بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام البنات أتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة اليوم تحت طلب بعدة أخوات يعني قاطو يكون سامبل وراح نرجعكم للزمن الجميل كما راكم تشوفوا قاطو الجوزة المعروف بزاف في المطبخ الجزائري يعني هات الحلوة تقليدية عزمة نتمنى ياربينكم تجربوها وأكيد راحين تستمتعوا بها هنا وش عندي عندي ملعقة كبيرة يعني حوالي 125 جرام هنا السكر اللي راح نستعمله حوالي ملعقتين سكر عادي سكر كخيستاليزي تحبو تستعملوا سكر ناعم استعملوا سكر ناعم لكن هنا استعملت سكر عادي حطيت قرسة ملح فانيليا وحبا بيض كاملة يعني ما شي صفر حبا بيض كاملة أنا هنا فقط بش نربح شوية وقت تقدروا تضربوا أكيد بيضي كومولة بالفوي لكن هنا بش نربح شوية وقت ضربت بالباطل حتى يولي لكم القوام كريمي هنوش حنزيد حوالي ملعقتين كبار تعزيت نباتية هي اللي راح تعطينا هذك القوام له الشيش وفي نفس الوقت تجيكم تقرمش وطرية وممطو احنا بعد ما يتخلط لهذه المكوينة كامل راح نزيد لها هنا إلا كان حبيتوا تنكهوها بالفانيليا كنت حطيت مسبقا بالفانيليا لكن إلا حبيتوا كين بعض الأخوات يحبو ينكوها بزيست الليمون تقدروا ترابوا يعني زيست عنص حبا قارس وضيفوها احنا ضفت حوالي ملعقة ونص يعني ماهمش من عمرين مليح تنشا كما شدتوا وعلى نصف ملعقة صغيرة تاع خميرة حلويات هناك إضافة حبيت يعني هذوك الحبيبات يبانوا في الحبة تاع الجوزة كما تعرفوا يعني القشور تاع الجوزة يجي فيه وحد الحبيبات لهذا ضفت ملعقة صغيرة تاع نسكافي هذي اختيارية لمسة اختيارية مش مش مشروط انكم تديروها كما راكم تشوفو هذوك الحبيبات هون اللي راني حابتهم يبقاو في العجينة يعني مامي طيبو راحين يبقاو لكم بهذا القاوة هنا راح نزيد الفارينة تدريجيا الفارينة متتنشفوش العجينة يعني كما راكم تعرفوا هذي عبارة عن باتصابلي باتصابلي يعني معروفة انه كنت نشفوها بزف راح اجيكم العجينة يا بسا متجيكم شبنينة يعني حتى الطعمة متحسوهاش كما كتكون طريه وخفيفة هنضيفو فقط بالتدريج وصورتو لك كان يعني وصلتو لوحد القاوة تكون طريه اصبرو علي هذيك دقيقة ولا قادر كون تزيد وتعود وتمسوها راح نتلقاوها نشفت هذا هو اكبر خطأ يعني يوقعو فيه الاخوات خاصة اللي استعملوا الفارينة مشي تعل كيلو كينا يعني تعل كيلو تلقاوها نوعية جيدة لكن 10 كيلو 25 كيلو هذيك يعني يفوطحوا فيها مشي مليحة هذو النصائح يعني هم يبانو لكم حاجة بسيطة لكن كي تركزوا معها راح نتعرفو باللي النصائح اللي راني نمدهم راح نيفيدكم بإذن الله كامل وحنا كما شتوا يعني خليت العجينة تاعي ريحت لديك الخمس دقايق حاولوا انكم تكوروها كما نقولو حنا وتسقموها بالبيع يعني كيتكوروها اضغطوا عليها كوروها مليح باش تبقال كما نقول حنا تشد لفارم تاحا وفي نفس الوقت يعني راح اجيكم الشكل تاحشبه احنا كنصيحة يعني ديروا حبات فقدتوا جربوا طيبو يعني في الاول يعني جربوا طيبهم الى اللقيتوا يعني العجينة تعكم فاضة على هذاك المول راح نتنقصوا من الحبات هذيك تجربة لازم تجربوها في الاول باش ماشي تكوروهم ومبعد زيدوا تعاودوا تغروهم وهنا بالنسبة للمول تعيي هذا المول اللي راحكم تشوفوا فيه راح كثار من 15 سناء صراحة هاد المول شريناها لونه اسود لكن مع الاستعمال بزاف والاخر ايا رجعك شغولي لون تاعو شغولي تقشر لهذا حطينا لو شوية زيد وحرقنا هاد المول صراحة انه راح تعال والد ربي يحفظها لكن حبيتوا يعني تشرو مول جديد الاحسن انكم تخنوهم ليح وتحطو لو شوية زبدة باش تستعملو هذيك نصيحة نتاعي المول راح يقديم وغسلوه نقوه وخبوه مباشرة هناك ما كما تشوفوا سخنة المول من بعد نحط سمخوا لي المقطع يعني اللي كنت نطيب فيه راه التحذف لكتحات طديمة يعني ديفوها نصوّن فن سيبري ميل غسيت كامل غير في سبت مقطع ديفوها عبالكم على الوقت ورمضان وراء وراء عالفين وصيام ننسى نقول المهم وراء تحط جهة بجهة المهم دقيقة على جهة يكون طيبة لكم يكون طيبة لكم ويقاط وتاعكم بيانسى لا تقووش النار وبالنسبة لفاق ستعنا كما راكم تشوفوا حبيت مبدل على الوصفة التقليدية حبيت وضع حلوة التورك والشانتي حنا وجدرت ملعقاتين كبار حلوة التورك ملعقة كبيرة تعامة راح نضرب هاد المكونات حتى تولينا موس نضرب في الكيس بلاستيكي باش نفر حبيت انتعنا عندي شوكولات طلاء وبطلاء تقدر تستعملوا اي نوع شوكولات طلاء وتقدروا ايضا تستغنائوا عليها تقدروا فقط هاد هاد الناموس معا شوية كون فتور تعطيكم واحد القاوم ولا ايضا تجيكم ولا ارواح سوخت النيس يعني يعطي واحد المذق رائع ما شاء الله احنا نفر سي فقط جيها بهذه الابتلة وجيها بهذه الاموس متخافوش ما راحش جيكم حلوة يعني الحلوة راح جيكم معتدلة يعني بعد الفطور ضغط حبة وجدني الحلوة معتدلة يعني متخافوش الحلوة مع تجيكم سوى 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 قطاع فقط تعلجوز اختيارية ما نحبش نكلفكم كانوا عندي غير حبات فقط منتازين كنت يعني خدمت بهم وصفة وحد وخرا من بعد يعني يبقى لديك الحبات حطيتهم في الواسط حكا باش يعني يبقى الشغم تعلجوز تعلق احنا بالنسبة للديكور فخصي والحبة تاعكم لكن من بعدها في الأخير يعني كيتكملوا الحبات تخلوهم امو يرقحو لكم ديك الخمس دقايق ولا عشرة ولا ربوع ساعة نص ساعة باش تحكموا بالسكرفاج هادوك الحواف تحاولوا انكم بالسكرفاج غير بالعقل يعني باش ما تكسر لكم الش الحبة فوتوهم بالسكرفاج باش تجيكم الحبة مسقولة وتجيكم سوى سوى وتجيكم حبة ان شاء الله هنا الحبة هادو حبة الولاي يعني كانت فلافق سمليحة الحبة ثانية جات شوية زايدة معليش مسحو فقط انا نكمل الحبة تنتعي من بعد ان شاء الله في صحن التقديم بعد ما كملت الحبة تعي احنا كين يعني وصفات تقليدية عريقة عزمان كانوا كين حتى يعسلها لكن كيتحشوها يعني بالكوكو ولا مثلا بالبيسكوي هداك التاحة المهم كانوا اللي كين لي عسي يحب يعسلها في الاخير يعني كي يحب ويقدموها احنا شتو يعني كيدخل صبعي كيفاش تفتت للعجينة احنا مباشرة يعني بعد ما طيبت هذي كوريت هاقص انتهى معكم يعني كما نقول كيف يومين ثلث يام رح تطرى لكم وترجع لكم ما شاء الله هي تجي مقرمشة في هذي هذي حاجة اللي تشرفني بزاف نتمنى انكم تشرفوني في القروب بتاعي والصفحة وماليا نقول تهلا وفروحكم معنا صفحت وخلا ان شاء الله سلام في امان الله